النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يذهبوا ليتلقوا الأخبار مين من الناس يتلقى الأخبار فكل الصحابة خافوا الجو بارد جدا وتتلقى الأخبار بين الكفار يعني لو واحد يقولوا يا جماعة مين نروح منكم الآن إلى اليهود ويأخذ الأخبار ويرجع فتم الاختيار على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الليل والجو كان قارص جدا برد لكن الليل يطمئن قلبي يثبته الله سبحانه وتعالى لأن كفار مكة لهم تخطيط ولهم تدبير وأحيانا يتوقعوا أن هناك واحد أو اثنين يتلقى الأخبار فدخل معهم فيه داخل المسجد أبو سفيان رجل ذكي ورجل عملاق ورجل داهية نحن هم كلهم موجودين في المجلس الذي هم فيه فقال لهم ليتنبه كل منكم أو ليعرف كل منكم أخاه أوه ورطة يعني أنتوا الآن بس دق انتبه شوف من اللي جنبك هو مننا ولا غير مننا صاحب القلب المطمئن يوثقه الله حذيفة من اليمان مباشرة عمل كذا دق على الطرفين من الرجل قال فلان من الرجل قال فلان خلاص تهى الموضوع قال فترضون يسألوه يا هذا يسأل يا هذا يسأل هكذا كل واحد يتدق لبعد اللي بعد اللي بعد اللي يعرف فمن توفيق الله له تثبيته تثبيت قلبه طمئنينة قلبه دق الاثنين ألا بذكر الله تطمئنه القلوب تتوثق بالذكر ويسددك الله سبحانه وتعالى تنطلق تقول خلاص أنا مستعين بالله واثق بالله قلبي جامد في واحد يغروه يقولون والله في مرأة في نغريك بها يقول لا قلبي مطمئن إن شاء الله أنا واثق من كل شيء لا يستطيع أحد أن يغريني